سنصغي باهتمام وبروية وبتفصيل وبتأني وبمسؤولية إلى كل ما سيرفح الشريك الاجتماعي من مشاكل موجودة في القطاع والتي تقع علينا كإدارة مسؤولية الفصل فيها وحلها ومعالجتها لسالح موظفي القطاع ومنتسبي هذه النقابة فيما خصها من إشكالات التي تخص التنظيم وكذلك كل ما يرفحه من إنشغالات وعلى سعيد آخر أضاف بالعبد أن هذا اللقاء فرصة ليحيي قرار رئيسي الجمهورية الذي يرمي لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين ومنهم منتسبوا قطاع التربية بها الخصوص وذلك بعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل كذلك هي فرصة بحضور هذا التنظيم المعتمد لتقطاع التربية الوطانية لأن أحيي قرار السيد الرئيسي الجمهورية التي أخذها والتي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية لكل الجزائريين جزائريات ومنهم منتسبوا الوظيفة العمومية ومنهم التربية الوطانية وذلك بإعادة نظر في النقطة الاستدلالية وكذلك إعادة نظر في ضريبة على الدخل وجملة أخرى من الإجراءات أقرها السيد الرئيس خدمة لكل العاملين في قطاع الوظيفة العمومية